عقد رئيس ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على نجاح هذا المشروع القومي الكبير مشيرا إلى أن هناك تصورا بأن يتم تشكيل هيئة لإدارة هذه المدينة الحضارية على غرار المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة